موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في المستهل أدنت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابية الذي استهدف المملكة العربية السعودية والحق الضرارا بالغ ببعض المنشآت الاقتصادية بحسب ما أفد به بيان للرئاسة وعبرت الجزائر عن تضامنها التام ووقوفها إلى جنب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الهجمات العدائية وتعرضت المملكة العربية السعودية لعدد من التفجيرات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية بمدينة جدة بحسب ما أعلنته قوات التحالف كما تسببت الهجمات الحوثية التي أعلنت تبنيها لهذه الاعتداءات تسببت في تعطيل الحركة الجوية في مطار جدة وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف بدأ اليوم السبت عملية عسكرية واسعة لوقف الهجمات على المنشآت النفطية وحماية مصادر الطاقة أتمت الحرب في أوكرانيا شهرها الأول وسط تواصل المعارك وتشديد العقوبات على روسيا التي تتوعد بالمزيد من التصعيد وفي آخر التطورات لوحت موسكو باقتحام خمس مدن محاصرة من بينها العاصمة الأوكرانية وقالت إن قواتها ستركز على استكمال السيطرة على إقليم دومباس من جهة أخرى قلل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على بلاده واصفا إياها بالحمقة مشددا على أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف حتى تحقق أهدافها أتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات الروسية بمنع وصول المساعدة الإنسانية للاجئين الأوكرانيين وقال بايدن في تصريحات أعقبت لقاءه نظيره البولندي في مدينة إيريزيش والقريبة من الحدود مع أوكرانيا قال إن الشعب الأوكراني أظهر صلابة مدهشة في مواجهة التدخل العسكري الروسي على جانب آخر قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستزود الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على خفض اعتماده على إمدادات الغاز الروسية دعا الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي روسيا إلى محادثة جدة شريطة احترام السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها كما وصف زيلنسكي الوضع في ماريوبول بالمأساوي يجب أن تكون المحادثة جدة ويجب ضمان السيادة الأوكرانية كما يجب ضمان وحدة الأراضي الأوكرانية كما ينبغي أن تكون الظروف عادلة هذا الأسبوع وعبر 18 ممرا إنسانيا تم إجلاء 37606 أشخاص وبالأخص أن 26477 شخصا غادروا ماريوبول حيث لا يزال الوضع في المدينة مأساويا دعا رئيس الصيني شي جيم بينغ إلى تهيئة الظروف المناسبة للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وأكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موقف الصين المبدئي مشددا على أنه ينبغي على المجتمع الدولي الإنخراط عمليا في تشجيع السلام وتسهيل المفاوضات فالرياضة حققت المنتخبات العربية نتائج جيدة في ذهاب الدور الفاصل لتصفية الإفريقية المؤهلة لمونديالي قطر 2022 أذ فازت الجزائر وتونس ومصر على الكاميرون ومالي والسينيغال على التوالي وبذلك يقترب المنتخب الجزائري من بلوغ نهائية كأس العالم المقبلة بعد هذا الفوز على مضيفه الكاميروني مساء أمس بهدف نظيف في ذهاب الدور الفاصل لتصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال وسجل إسلام مسلماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثرى تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها الجناح يوسف بالليل في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول وستقام مباورته الإياب يوم الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكار بالبوليدة ويكفيها تعادل لضمان خامس تأهل لها لنهائية كأس العالم وعقب فوز المنتخب الجزائري عبرت الجماهير الجزائري عن فرحتها العارمة بهذا الفوز الذي رفع آمالهم في تحقيق التأهل إلى المونديال تتبعوا المنتخبين خمسة في قصيات كاس أمم إفريقيا هذا يوسف بالليل يربع على داخل موقع تتبعوا الموقع تتبعوا الموقع تتبعوا الموقع تتبعوا الموقع كل مدن الجزائرية هي نفسها المدن الفلسطينية ختم والموجز ألقاكم على رئيس الساعة إلى اللقاء